رسالة تقول أبوي طلق أمي خمس مرات وبكل مرة يأتي شخص ويعطي فتوى وترجع له كنا صغار ما نعرف شيء ولما كبرنا طلقها للمرة الخامسة خبرنا أمي أنه هالمرة بدنا نسأل شيخ وسألنا كم شيخ معروفين عندنا في الشام في سوريا وقالوا أنه وقع الطلاق ولازم أن تجلس بالعدة وهي فترة العدة خبرنا أبوي أنه لقى فتوى ويريد ترجع له شكينا بالأمر للشيخ اللي قال لازم ترجع عرفنا أنه شيخ ما أخذ مبلغ مالي كبير مقابل يقول هذه الفتوى وبعدين الشيخ حس بتأنيب الضمير ورجع الفلوس للوالد وقال ما لو دخل وبعدين أصبح ناس بالشرع يقولون خلي أمك ترجع لأبوكي بعدها العمر عيب يتطلقون وأقارب أبوي كلهم وقفوا بوجهنا وأصبحوا يقولون عنه بأن أولاد عاقين نعم ثم تقول في نهاية السؤال للعلم أمي ما بدها ترجع لأبوي يعني السؤال يا شيخ هل أنا وأخواتي سوينا شيء صح ولا غلط بما أنه ما شاء الله أول شيء أبوكي طلقها خمس مرات أنت تقولي أبي طلق أمي خمس مرات واثبت الطلاق وينه في العدة بس أنا ما عرف هل طلق خمس مرات متأكدي أنت لأن أنت متأكدة من واحدة حينما طلقها هذا الأمر الطلاق وهذه نصيحة ما يفتبهها لا هاتف ولا رسائل أمر الطلاق يجمع به الزوج والزوجة تعالي كم مرة طلقك يا بنت ناس والله قال لي في المطبخ أنت طالق ومرة زعلت مع الشاي مع لي سكر قال لي أنت طالق ومرة سويت لغدة قال لي الغدة مثل وجهك وقال لي أنت طالق صح يا ابن الناس طلق ثلاث مرات يلا مع السلامة مثلا لكن أما والله رسالة أبوي طلق أمي خمس مرات كيف طلق وين الأم طلق لا ما أعرف أنت طلق خمس مرات ما أعرف البنت تقول لا مسائل الطلاق يفتى بها في المحاكم الشرعية أنا أعلم أنه أنت بسوريا يمكن وضع آخر مختلف أعلم ناس الله يهون علينا وعليكم لكن يفتى به مع جمع الزوجين وتأتون برجل علم يأتي رجل علم مو رجل شيخ بمصاري بفلوس بدراهم كما تقولين أنت تقولت بالرسالة أخذ مصاري فأفتلي أبي ها كارثة 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 كبيرة هذه فتختارون رجلا يمتاز بالعلم فيجتمع مع الوالد والوالدة بتجرد وبعيد عن الناس أو تتجون للمحاكم الشرعية عدد ذلك لا يفيدك أحد حتى أنا ما أستطيع أنا ما أفيدك لكن صيامنا الصحيح غير الصيامنا الصحيح هذا ما يخص بالصيام أصلا هذا ليس من نواقد ولا من مفترات الصيام رمضان ما يخص هذا اجعليه على جنب أنت إذا ردت رضا الوالدين والصواب تأتون برجل على علم ودين أو تتجون المحاكم الشرعية يفتي لكم بهذا الأمر ما تأتون بأي شيخ جامع والله من يصلي في الجامع هذا أبو حسن تعال أبو حسن لا هذه أصبحت فوضى أنا وأنت وهو فوضى أصبحت أصبح الدين شوربة هذا ما يجوز نختار إنسان عنده علم متخصص كما أنك أنت الطباء يختصون هذا أذن هذا حنجرة هذا معدة هذا معرفيه كذلك الدين يحتاج مختص متخصص في العلم الشرعي مفلوس علمتي والله أعلم